وصل إلى البلاد اليوم صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة والوفد المرافق حيث كان في استقبال سموه لدى وصوله مطار البحرين الدولي سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية وسعادة السفير الدكتور محمد علي بهزاد وكيل الوزارة للشؤون القنصلية والإدارية وسعادة الأستاذ صلاح بن فلاح الاعتبي القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين وكبار المسؤولين في وزارة الخارجية ترجمة نانسي قنقر